وفي القرآن صورة كاملة سميت باسم هذا النبي الكريم لقمان وهي صورة مكية قال الله جل وعلا فيها ولقد آتينا لقمان الحكمة فالواهب والمعطي والمحسن هو الرب تبارك وتعالى وما لقمان إلا عبد أنعم الله جل وعلا عليه بالحكمة فما الحكمة الحكمة مجموعة من الفضائل يمكن تقريب معناها بأنها وضع الشيء في موضعه الصحيح فكل من يضع الأشياء في موضعها الصحيح وقد رزق عملا صالحا وعلما نافعا فهو حكيم وإن كان الحكيم في الغالب يحتاج إلى تجارب في الحياة قال ربنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله فيتيانه الحكمة يوجب شكره لله جل وعلا لأن الرب تبارك وتعالى يحمد على كل شيء ويشكر بصفة خاصة على نعمه والحكمة نعمة عظيمة وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا أعطى الحكمة لجمع كثير بلا شك أن الأنبياء والمرسلين في مقدمة من أوتوا الحكمة